أخبار بعثتنا الأولمبية الحقيقة أول خبر النهاردة من الاتحاد المصري لكرة القدم أو لجنة ثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم بتوجه الشكر للجهاز الفني للمنتخب الأولمبي قالوا طبعا أنه تم توجيه شكر لما قدموه خلال فترة عملهم وخضمهم ببارات صعبة أيضا اتنين إحالة التقرير النهائي للكابتن شوئي غريب المدير الفني فور وروده للإدارة الفنية لدراسته للاستفادة من هذه التجربة ثلاثة يتم صرف جميع مستحقات الأفراد الفريق الأولمبي بعد وروده التقرير الفني والإداري أربعة إرسال التقرير التفصيلي لجنة الأولمبية المصرية في أقرب وقت ممكن على الجانب الآخر أيضا أصدر اتحاد كرة القدم اليوم قرارا بإيقاف عبد الرحمن مجدي لإساءته لإحدى العاملات بالفندق في توكيو الحقيقة الموضوع ده مهم جدا ولازم نتكلم فيه لأنه موضوع من المواضيع الحقيقة المطروحة بشدة خلال الكام ساعة اللي فاته عبد الرحمن مجدي لعب جيد لعب كويس وكل حاجة ولكن طالما اتحاد كرة القدم قبل أن يكون هناك تحقيق في هذا الأمر فبالتالي يجب على الجميع انتظار نتيجة التحقيق مع عبد الرحمن مجدي عشان ما نظلمش الولد اللعيب لعيب كويس جدا ولعيب هايل وبيلعب في نادي الإسماعيل ولكن عشان ما تظلمش الولد انتظر حتى نهاية التحقيق لأنه شايف قصص كتيرة جدا وقصص بتتقال وقصص تقالت إن حصل كذا وكذا وكذا في اليابان وقصص تانية بتقول لا هذا ما حصلش وبالتالي الضرر الأول والأخير واقع على اللاعب حتى هذه اللحظة ولكن إذا تمت إدانة اللاعب أقصى عقوبة تتم في هذا الأمر يجب أن يتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم لأنها في النهاية هي سمعة بلد سمعة مصر فلازم ننتظر نهاية التحقيقات في هذا الأمر ونشوف إيه اللي حيحصل وعلى الجميع الهدوء حتى نهاية التحقيقات لأن البيان اللي قاله اتحاد كرة القدم قال في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم فإنه أثناء تواجد المنتخب الأولمبي في اليابان وقبل المباراة بساعة بساعات قليلة قبل المباراة الثانية مباراة الأرجنطين بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبد الرحمن مجدي في حواها الإساءة لإحدى العاملات بالفندق وعلى الفور تم استبعاد اللاعب نهيا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الإساءة ومن الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة والثقافة وتم التحقيق في المباراة بعد المباراة وتم احتواء الأمر حرصا على التركيز والحقيقة عبد الرحمن رجع مع الفريق بالسلامة أيضا عبد الرحمن قال في بيان لي نشره أو في تويتا لي كتبها على تويتر وطالب باستعجال التحقيق معي في تصرف خاطئ لاختلاف الثقافة واللغة دي وجهة نظر عبد الرحمن مجدي ودي كانت وجهة نظر اتحاد المصري لكرة القدم إذن هناك تحقيقات هناك لجنة بتدير هذه التحقيقات وبالتالي خلينا ننتظر شفنا وجهة نظر الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الأمر وأيضا شفنا وجهة نظر عبد الرحمن اللي بيقول أنه يعني عايز يروح التحقيق بسرعة علشان هو شايف أنه قد يكون أخطأ في التصرف ولكن بسبب اختلاف الثقافة واللغة فقط وليس لشيء آخر خلينا ننتظر لأنها في النهاية سمعة لاعب هتبقى صعبة عليه جدا جدا ولكن إذا تمت إدانته عنديش أي مشكلة أي مشكلة في هذا الأمر يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وأقصى عقوبة يتم اتخاذها وتطبيقها على عبد الرحمن مجدي ولكن صبرا خلينا نشوف نهاية التحقيقات هتوصل لي من حقيقة عبد الرحمن كاتب يعني كلام كتير جدا وقال أنه هو بيطالب الجمهور بأنه هو يغلق الملف فيه أو يغلق الحديث في هذا الملف وقال أيضا أنهما ما شافوش منه أي حاجة خلال الفترة الماضية وقال أنه هو بيؤكد للجميع أنه واثق من سلامة موقفه وعدم اقتراف أي أخطاء وقال أيضا أنه هو بيطالب الجمهور